ايه اخبار الضايت معاكم? مشيتوا عليه ولا بنعدي وبنتفرج وخلاص? ولا بنستنى وما بنعملش? مشينا ع الضايت اللي احنا اتفقنا عليه? الناس اللي مشت تخش كده في الكومنتات الجميلة وتقول لي هي عملت ايه? وحست بايه? وايه الجديد? ايه التغيير اللي هم ما حاسين بيه? هو اي نعم ده اول يوم بس اول يوم ده انا عارف ان الناس كلها بتجي في اول يوم ده بتدب بتدبك جميلة وبتعمل احلى واجب بما انه صيام بقى واحنا بقالنا كتير بنأكل براحتنا وفجأة بنتحرم من الاكل وفجأة نلاقي الاكل محتوط قدامنا ايه الاحساس ايه? عملتوا ايه? اتعلمتوا ازاي توصلوا لموضوع السعرات ازاي تجيب سعراتك? دخلت على اللينك اللي انا حطه بتاحت فيديو اه الاسبوع الاول. انا كنت عادت لينك تحت الفيديو بيوصلك لازاي تحسب سعراتك عن طريق حاجات سهلة جدا شوية بيانات بيطلبها منك. وبرضو كنت في الفيديو شارح ازاي تجيبها وازاي تكتبها وايه هي البيانات ديت شرحت كل حاجة. وعرفتك ازاي برضو تنزل وتحسب عليه سعراتك وتحسب عليه اكلك وكل الكلام ده. الناس فرجت على الفيديو الناس اهتمت الناس عملت حاجة الناس هتعمل مقابل للتعب بتاعي دوت ان انا على العيدة لاقي نتايجة لاقي ناس داخلت قولي انا عملت كزا انا وصلت لكزا هو ده اللي انا عايز مش عايز اكتر من كده مش عايز منكم حاجة اكتر من كده. عايز بس منكم الالتزام. عايز منكم ايه? الالتزام. كان في واحد قال لي لازم تبص في الكاميرا وانت بتتكلم عشان تبقى الناس اكتر. مش حالف ليه انا متعود ابص في الشاشة ابص على نفسي يعني مش حالف ليه. بس عموما اه شكرا ليه وعلى الملاحظة بتاعته. وشكرا ليه كنتوا بما انكم يعني مدعميني جامد وبشوف لايكات منكم وبشوف على اليوتيوب يعني دي كلها حاجات كويسة جدا منكم. واتمنى انها ايه تستمر على كده واتمنى ان انا دايما اكون في الصورة. اتمنى ان انا احس ان انا باعمل تغيير في حاجة في الحياة عموما يعني مش شرط يكون الموضوع ما بيننا منفعة. يعني حلو جدا ان انت تكون بني ادم وبتتعامل مع البشر برضو زيك على الاساس ان انتو كلكم بشر فكل واحد بيعمل الحاجة اللي عنده عشان يخدم بيها اللي معاه. يعني موضوع المقابل ده بقى هي جيمت دي عاجة بتاعة ربنا وده رزم مش بقيت حد. في النهاية اه ممكن اللي انا بعمله ده يكون مفيد لناس ومش مفيد لناس تانية ممكن يكون بيفرح ناس وبيدايق ناس تانية ايا كان مفيش حد هيتفق عليه الناس كلها. بس اهم حاجة اللي انا اطلبه منكم ان انتو تسمعوا الكلام وان انتو تنفزوا الحاجات اللي بتتقال في الفيديوهات اللي بتنزل ديت وتعرفوا مصلحتكم فين. هو كل القصة في الاخر ان انت تعرف فين مصلحتك. لو عرفت فين مصلحتك. مش هتحتاجني. مش هتحتاج لأي حد وهتبقى مية مية وزي الفل. ليه اخترت رمضان بالذات علشان خطر نعمل فيه ضايت دوت عشان رمضان فيه عدد ساعات سيام محترمة وكويسة جدا. هتفدنا. هتفدنا جامد جدا في موضوع ضايت بتاعنا. هتفدنا. وهنحس النتيجة في الاخر. هنحس النتيجة تبان علينا في العيد ان شاء الله بازن الله. اه احنا ممنوعين من التجمعات. واه مش هنروح ومش هنيجي. كلام ده كله. ده كله كلام جميل. انا بعمل لكش كده عشان خطر الناس تشوفك كده. انا بعمل لك كده عشان خطر نفسك. عشان خطر صحتك. عشان خطر دايما دايما. ودي ما اقولها يعني مية في المية صح. ان العقل السليم في الجسم السليم. فلازم يكون جسمك سليم عشان خطر يكون عقلك سليم. لو انت في شغلك. لو انت في دراستك. لو انت في حياتك مع جوزك. لو انت في حياتك مع مراتك. لازم يكون عقلك سليم العقل هو اللي دايما بيحركنا للحاجات الصح وهو بيودينا دايما للاختيارات الصح. هو ده اللي احنا محتاجينه في حياتنا. مش محتاجين غير ان احنا نعمل حاجات صح ونختار اختيارات صح. تلات تربعنا اللي حياتهم غربانة واللي مش عارف ايه. كل ده بسبب شوية اختيارات غلط. لو احنا كان عندنا عقل وقتها هو نصيب في النهاية. بس اللي برضو لو احنا كان عندنا عقل وقتها كنا هنقدر ده ومش هنمشي في السكة الغلط. حاجة تانية. حاول دايما تعمل عشان نفسك. يعني بجد شيل من دماغك فكرة ان انا بعمل عشان خطر فلان او هو عايزني يكون كذا او هي عايزان يكون كذا. اعمل عشان نفسك. بص لنفسك في المراية وودة اتعامل مع نفسك على اساس ان انت حالة محتاجة تغيير. لو انت عملت ده هتوصل لحاجة كويسة جدا. بإذن الله ان شاء الله ضاية الاسبوع التاني. هينزل وهنشوفه وهنحسب مع بعض وهنرجع تاني نعيد ونزيد في الكلام وهنعمل فيديو جديد نقول فيه كل الكلام الجميل دوت. انا عملت الفيديو ده عشان خطر ايه? افكركم. هنشط الزاكرة كده شوية. وهوصل لكم ان لنا لسه على مبدأنا ولسه على قدنا. لسه الهداية بتاعتكم بتاعة الراجل او البنت اللي هيوصل لحتة حلوة جدا بعد ما كان يعني هشوف قبله وبعد ونبدأ نحكم. وكلنا هنا هنتعرف عليه بإذن الله ان شاء الله اونا هنتعرف عليها. ايا ان كان هو حابب ان هو يعرفنا عليه او لا. في النهاية برضو هنعرف ان بيه حد كسب معانا وفي النهاية هنعرف ان فيه حد وصل لحاجة كويس. اتمنى كلنا نسمع الكلام. واتمنى كلنا نمشي في الصح. استنوا الفيديو اللي جاي. حابا يبقى لبي.